اشتركوا في القناة وقواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء مدينة تدمر القيارة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن استعارة السيطرة على مدينة تدمر وفد الجمهورية العربية السورية الى محارثات جينيف يلتقي ديمستورا مجددا والجعفري يؤكد ان الجلسة ناقشت مواضيع جوهرية القوات العراقية تحبط هجوما لتنظيم داعش الارهابي غرب الموصر الثامنة مساء بتوقيت تدمر هاكم الله للنشر الرئيسية موسيقى القيارة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن استعارة السيطرة على مدينة تدمر بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة وبإسناد جوي مركز من الطيران الحربي السوري والروسي استعادت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء مدينة تدمر والمناطق الحاكمة المحيطة بها بعد تكبيد تنظيم داعش الارهابي خسائر كبيرة بالعديد والعتاد وتقوم وحدات الهندسة بتفكيك المفخخات والعبوات الناسفة التي خلفها التنظيم الارهابي في المباني والشوارع والساحات العامة تأتي اهمية هذا الانجاز من المكانة التاريخية والحضارية لمدينة تدمر كما ان هذا الانجاز الذي يتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب يشكل ضربة قاسمة للتنظيم الارهابي الذي بدأ يتقهقر وينهار تحت ضربات قواتنا المسلحة وحلفائها ويؤكد ان جيشنا الباسل بالتعاون مع الاصدقاء هو القوة الوحيدة الفاعلة والقادرة على مكافحة الارهاب واجتثاثه وان السيطرة على مدينة تدمر تؤسس لتوسيع العمليات العسكرية التي تخوضها قواتنا المسلحة الباسلة ضد تنظيم داعش الارهابي على محاور واتجاهات عدة وتضيق الخناق على ارهابي التنظيم وتقطع خطوط امدادهم ان القيادة الجيش والقوات المسلحة تؤكد ان جيشنا الباسل بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء هو اليوم اكثر عزما واصرارا على مواصلة عملياته ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهم من التنظيمات الارهابية الاخرى حتى اعادة الامن والاستقرار الى كل شبر من ربوع الوطن دمشق في الثاني من شهر اذار لعام الفين وسبعة عشر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ونبقى مع هذه المشاهد لدخول الجيش العربي السوري الى مدينة تدمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العربي السوري نفقا بطول مائتين وعشرين مترا وارتفاع مترين وعرض متر كانت تحاول من خلاله مجموعات ارهابية تابعة لجبهة النصرة الوصول الى احدى النقاط العسكرية في حرست بريف دمشق وتدمر مقرا بمن فيه من ارهابي في الوقت المناسب يضبط رجال الجيش العربي السوري هذا النفق الذي انشأه ارهابي جبهة النصرة للوصول الى احدى النقاط العسكرية في حرستا يقظة دائمة من قبل بواسلنا تبطل مفعول هذا النفق كما عشرات انفاق غيره نتيجة لليقظة والمراقبة المستمرة من قبل عناصر هذا الموقع تم رصد اصوات حفر للمجموعات الارهابية المسلحة محاولين خرق او استهداف واستداف هذا الموقع فقمنا بالتعامل مع هذا الخرق وتم كشف نفق بطول 220 متر بداية تم احتلال هذا النفق وتطوير العمل فيه وتفجير عدد من المقرات كانوا متخصين فيها لاستهداف هذا الموقع والحمد لله رب العالمين تمت على خير وقواتنا وعناصرنا بازن الله معنويات عالي وجاهزين لاي موقف اقل من اربع ساعات تطلب ضبط هذا النفق وتحويله من نقطة تسلل للارهابيين الى ممر امن لرجال الجيش العربي السوري الذين تمكنوا خلاله من الوصول الى احد اوكار تنظيم جبهة النصر الارهابي رصد دائم ومراقبة دقيقة لجميع التحركات فوق الارض وتحتها افضط الى كشفه والتعامل معه في الوقت المناسب الدكتور بشار الجعفر الرئيس وفد الجمهورية العربية السورية الى محادثات جينيف عقدة مؤتمرا صحفيا بعد لقائه السيد ديمستورا اليوم قمنا بتقديم ملاحظات اولية على ما استمعنا اليه قرأنا وشاهدنا في وسائل الاعلام تصريحات لرئيس واعضاء منصة الرياض نهاية الدكتور اولا وشاهدنا في السورية التي رفضوا فيها ادراج السل الرابعة وهي مكافعة الارهاب في جدوى الأعمالنا في محادثات جينيف السورية السورية الامر الذي لمن استغربه على الاطلاق لأن جزء من وفد الرياض يضم مجموعات مسلحة ارهابية باعد هذه المجموعات المسلحة الارهابية يقاتل الى جانب القوات التركية الغازية لأراضينا في الشمال والبعض الآخر تديره إسرائيل حتى أنهم أيضا يأتمرون بأوامر من دول معروفة مسؤولة عن سفك الدم السوري دول راعية ومنتجة للإرهاب لذلك أكدنا للسيد المبعوث الخاص ديمستورا بأن التقدم في حوار جينيف يجب أن لا يكون رهينة لمنصة الرياض التي سبق لها أن رفض التشكيل وفد موحد للمعارضات كما تعرفون المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا مر بمراحل كثيرة بدءا من جينيف 1 إلى جينيف 4 مرورا بالأسطنة 1 والأسطنة 2 لمحة عن أبرز هذه الأحداث في تقرير سفان الديب لحل عسكريا للأزمة في سوريا وعلى أساسه قد في 23 من شهر شباط الماضي الجولة الرابعة من محادثات جينيف بشأن تسوية الأزمة في سوريا والتي أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن أجنتة هذا الاجتماع ستتم وفق القرار في اليوم الأول تأخر وفد رياض عن الحضور وهو ما اعتبر محاولة لعرقلة الحوار والحل السياسي للأزمة في 24 من شباط بدأ ستيفان ديمستورا ببحث خطة العمل في محادثات جينيف مع وفد الجمهورية العربية السورية ووفود المعارضات وفي 27 من شباط أكد مبعوث الرئيس الروسي للشق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف ضرورة تشكيل هيكلة معينة تقوم بتحقيق التسوية السياسية مصدر المقرب من وفد الجمهورية العربية السورية أوضح أنه كانت هناك محادثات معمقة ومثمرة بين الوافد وديمستورا حول جدول أعمال المحادثات توجدت بالاتفاق على أن الجدول يتضمن أربع سلال تتساوى في الأهمية وهي الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا واصل سلسلة اجتماعات مع الوفود وذلك بعد اتفاق جميع الأطراف المشاركة على مناقشة القضايا الرئيسية بشكل متوازن يذكر أن ملاحظات كثيرة تناولت أداء المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا خلال التحضير لمحادثات جينيف وبانتظار ما سيتمخض عن جينيف يبقى السؤال حول قدرة ورغبة المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته لناحية توفير الظروف الملائمة لإطلاق محادثات سياسية جدية والضغط على الدول الراعية والممولة للأرهاب المزيد حول آخر تطورات في جينيف معنا من هناك موفد الإخبارية السورية إياد خلف مساء الخير إياد حياك الله يا حسين إياد ما هي آخر التفاصيل لك؟ نعم حسين حياك الله حسين الآن منذ قليل انتهى المهتمر الصحفي لوفد الجمهورية العربية السورية هذا المهتمر تحدث به الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية عن مجريات الأحداث التي دارت فيها الاجتماع هنا في مبنى الأمم المتحدة الاجتماع استمر لمدة ساعة ونصف تقريبا تحدث الدكتور بشار الجعفري وقال أن هذه الجولة تناولت المواضيع أو هذه هذا الاجتماع تناول المواضيع الجوهرية واستمعنا إلى رأي الخبراء القانونيين ووعدنا أيضا سيد استيفان ديمستور بالرد على ما طرح علينا في جلسة أو في اجتماع الغد إذن من الملاحظة أن هناك طرح من سيد استيفان ديمستور على وفد الجمهورية العربية السورية سيتم الرد عليه غدا وأيضا الاستماع إلى الخبراء القانونيين والملفت للحديث عن جوهرية المحادثات هنا وأكد الدكتور بشار الجعفري أننا اليوم في هذا الاجتماع الذي جرى بين وفد الجمهورية العربية السورية وبين السيد استيفان ديمستور تم الحديث عن السلال الأربعة بشكل متساوي وتم بحث هذه السلال بشكل متوازي هذا مؤشر على أن الملاحظات والتعديلات التي قدمها وفد الجمهورية العربية السورية للورقة التي قدمها سيد استيفان ديمستور ربما بدأت تأخذ مفعولها أو ربما بدأت تظهر بشكل علني داخل قاعة الاجتماعات أيضا قال الدكتور بشار الجعفري أنه لم يستغرب أن وفد معارضة الرياض رفض أن تنضم هذه السلال الرابعة إلى السلال الثلاث سلة مكافحة الإرهاب وقال أن هذا الوفد يضم أصلا في صفوفه إرهابيين وبعضهم يقاتل مع الغازي التركي في شمال سوريا والبعض الآخر مرتهن لإسرائيل أيضا أكد الجعفري ومن خلال حديثي أنه يجب أن لا يكون المحادثات هنا فقط رهينة بيد وفد واحد وهو وفد الرياض يجب أن يكون هناك تعددية ويجب أن تحترم الآخرين أو المنصات الأخرى يجب أن لا يأخذ هذا الوفد المحادثات إلى المكان الذي هو يسعى إلى أخذه في محاولة منه لإفشال ما يجري هنا وعدم السماح له بأن يفشل المحادثات وقال بأنه هو من يتحمل مسؤولية إذا فشلت أصلا المحادثات هنا في جينيف هذا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدكتور بشار الجعفري أثناء هذا المؤتمر الصحفي الآن ربما يعقد اجتماع مع وفد معارضة الرياض مع السيد استيفان ديمستورا المبعوث الأممي ربما يكون بنهاية هذا الاجتماع مؤتمرا صحفيا ليس لدي معلومة دقيقة حول هذا الموضوع نحن نتابع هنا الأخبار لكن هذا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي وأبرز ما جاء في الاجتماع ننتظر غدا لرد وفد الجمهورية العربية السورية على ما طرح عليهم اليوم في الاجتماع طيب يأتيكم العافية هو اليوم التاسع كان اليوم متعب ومستمر بهذا السياق لكن هل هناك جدول هل هناك مدة زمنية لجينيف بهذه الجولة لا أحد يتحدث متى سوف ينتهي جينيف أربع عام ماذا لديك معلومات وخصصا أنه بالأمس كان هناك المصدر الذي زودك بأن الأمين العام وانتحدة رفض تمديد مهمة دمستورة ثلاثة أشهر نعم نعم حسين هو من المفترض أن تنتهي محادثات جينيف في الثالث من هذا الشهر من الشهر الجاري لكن هناك تسريبات عن تمديد لمدة يوم واحد ربما للرابع من الشهر الجاري لمحادثات جينيف المعلومة ليست دقيقة حسين ولم تخرج من مصدر رسمي هي تسريبات لا يمكن الاعتماد عليها كمعلومة دقيقة لكن هناك حديث عن إمكانية تمديد لمدة يوم واحد أما بالنسبة للمصادر الإعلامية التي استطعنا من خلالها أمس أن نحصل على معلومة رفض الأمين العام للأمم المتحدة طلب السيد استيفان دمستورة بالتمديد لمدة ثلاثة أشهر هذا أكدناه أمس في رسالة سابقة مساء أمس لكن منعكساته هنا حسين ينعكسات على مجريات الاجتماعات هنا السيد استيفان دمستورة ما زال على رأس عمله كمبعوث أممي هنا في الأمم المتحدة ويدير الاجتماعات بشكل طبيعي طيب إياد بالتأكيد سوف نعود لك في حال ورود أي جديد لهذه اللحظة أشكرك على وجودك معنا وأشكر فريق الإخبار المتواجد أيضا معك في جينيف شكرا لك إياد خلف مفيد الإخبار السوري إلى جينيف أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن امتناع مصر عن التصويت على مشروع القرار الغربي في مجلس الأمن الدولي حول فرض عقوبات على سوريا بذريعة استخدام الأسلحة الكيميائية كان أمرا طبيعيا وذلك لعدم وجود أي دليل على ذلك أبو زيد أشار في حديث لصحيفة الأهرام المصرية إلى أن مشروع القرار الغربي قفز إلى استنتاجات حول استخدام الأسلحة الكيميائية دون تقديم أدلة موضحا أهمية عدم إخفاء لأن ست دول في مجلس الأمن الدولي اعترضت على مشروع القرار حيث مارست كل من روسيا والصين حق النقض الفيتو ضده واعترضت بوليفيا في ممتنع في مصر وأثيوبيا وكازاخستان عن التصويت عليه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفة تؤكد خلال مؤتمر صحفينية بلادها مؤصلة تفعيل اجتماعات أستنى التي أطلقت منذ البداية دعما للمحادثات السورية في جينيف تقريري حيوكوسة على مدار ثمانية أيام أصر وفد معارضة الرياضي على محاولة عرقلة الحوار في جينيف موسكو التي شاركت بمحادثات جينيف أربع بوفد علي المستوى برئاسة جينانتي جاتيلوف نائبي وزير الخارجية حملت معارضة الرياض مسؤولية عدم التوصل إلى نتائج ملموسة خلال هذه الجولة وأكدت بلسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفة أن وفد الرياض يسعى لتقويد المحادثات مشيرة إلى أن بلادها ستواصل مسار أستنى الناجح قدرة ممثلي المعارضة السورية على التوصل إلى اتفاق في إطار محادثات جينيف لا تذال تثير شكوكاً وموسكو ستواصل تفعيل عملية أستنى التي أطلقت منذ البداية دعماً لعملية المحادثات في جينيف والتي حققت نتائج محددة تم إذن تحديد شكل المحادثات بأربعة سلات مكافحة الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات إلا أن تهرب معارضة الرياض من مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب والذي يعد الشغل الشاغل للمجتمع الدولي بأسره يشير إلى أن ذلك الوفد يسعى لتعطيل الحوار السوري السوري واحتكار تمثيل المعارضة لمناقشة آخر التطورات ينضم إلينا في الستوديو دكتور بشير شرباجي وبمجلس الشعب المحامي والقانوني أيضاً مساء الخير مساء نور ألاثيك تطورات كثيرة في جينيفا اليوم تقديم سلال محادثة تفاصيل كثيرة استمعت إلى مؤتمر الصحفي الذي عقله الدكتور بشير جعفري يمكن أن نبني على شيء في اليوم التاسع؟ يعني بقناتي تتوضح الصورة التي كنا بداية نعمر أهن عليها ما سموها منصات لا سيما منصة الرياض واليوم عمنا نلاحظ أن هذا الخلاف الذي حاول ديمستورا يغطيه لما هدد أنه سيشكل الوفود فأجت بس نتعطل هذا المؤتمر وكشفنا بالمؤتمر الصحفي الدكتور بشير جعفري يلي انعقد بالنشرة كيف أذانهم وسمى أنه هذول إرهابيين قسم منهم بارتبط بالقاعدة واللي عم تعالجوا بالكيان الصهيوني وقسم منهم مرتبط بمنظمات إرهابية ومندوب الإخبارية فتح صورته على الهوى مباشرة هو مشارك بالمؤتمر والمفروض يعني الانتربول الدوليبي يلقي القبض عليه سيما يعني هذه المظاهر بس اللي عم نلاحظه كقراءة سريعة خلال الورقة اللي أدمه ديمستورا للوفد السوري أنه كأنه يرايح كتير ملايح يعني كأنه رجعت الأمور لنصابة وتوضحت الصورة بغض النظر عن السلات اللي عم يحكي فيها لـ 12 بند ممكن اختصارها أنه ما تقوم به الجمهورية العربية السورية بكافة صلاحياتها وبكافة إجراءاتها وضمان سيادتها واستقلالها وأرضها وما تقوم به رغم الحصار الموجود يعني لما بيكون أنت فارد حصار على وطن وبتقله أنه تصرف بمساعدات الإنسانية ما أنتم عطين المساعدات الإنسانية بشكل أو بآخر عموما يعني اليوم فينا ناتبرة مرحلة إيجابية ومن شكر بواسلنا لحل الرمو وطهر وتدمر المرة الثانية ونشفنا أنه كان سبب بسقوط تدمر هو الخيانة والطواطع الكذب الأمريكي اليوم يعني يبنى عليها فالمنصة الأساسية اللي ما لم شاركه اللي هي عملياً عمد سوي الجهالي الانتصارات عم يحقق قوة بواسلنا على الأرض والجغرافية السورية طيب طبعاً أربع سلل موجودة الآن لكن قبل ذلك يقول الدكتور وشارل جعفري عليهم أن يتحدوا أولاً من الصات الثلاثة المتواجدة حتى يتم الحديث على النقاط التالية كنا بحاجة إلى جينيف للفصائل المعارضة فيما بينها حتى يخرج وبيوفد واحد حتى نذهب على الأقل إلى الحوار لم نبدأ لأن حدثات في هذا المؤتمر دائماً لاحظنا أنه خلال هذا الأدوان للأساسم على سوريا اللي استمر لأكثر من ست سنين كنا عم نمشي بالمسار الدولي وبالمسار المحلي المصالحات الوطنية أنا بقناعتي هي الحل السوري السوري والحوار السوري السوري ليس المباحثات اللي عم تصير برعاية دولية نعم فلاحظنا أنه وجود إرهابيين بممثالين بمنصة نسموها منصة الرياض أكبر خرق للتحامل الدولي على الوطن السوري أما اليوم لما منلاحظ أنه استانى اليوم عم يحط ما تقوله ضامنين المفروض تفعيل قبل ما يحكو بالميتين واتنين وعشرين وعشرين وعبعة وخمسين يحكو بالميتين واتنين وعشرين وثلاثة وخمسين اللي بنص على مقاضات وملاحقة الدول الدائمة للإرهاب اللي ما أحدا عم يتطرق له واللي هي مرتبطة يعني أنت ما تقوله ثلاثة وخمسين مفروض الطب إلى ثلاثة وخمسين قبله نعم فاليوم بواسلنا عم يطبقوا لثلاثة وخمسين بشكل فعال وناجح على الأرض بكافة الجرافة السورية يمكن أن يعكس تحرير مليئة تدمر سياسياً في الأيام المقبلة؟ يعني أنا بدكت أولى ممكن ترجع للضمير ممكن ترجع لبابا عمر ممكن هذه الانتصارات الكبيرة والمهولة اللي عم تصير شغلة عظيمة عم يحققها بواسلنا بإعجاز يدرس بالأكاديميات يعني من جيش عقيدته القتالية 60 كيلو متر مع الكيان الصهيوني لا يقاتل على 184 ألف كيلو متر مربع يعني فإعجاز جد إعجاز وهذه يعني كلمة اللي متخازين لساعة عم يخافوا من الجيش أو الانتحاق بالخدمة الإزامية والإحتياطية فلحقوا يكونوا شراساً ما تكونوا للتاريخ شركاء بالهزيمة وبالانكسار والإهانة من الجماهير لأنه ذاكرة الشعوب لن تنسى طبعاً نفترض أن ينتهي بالغد مؤتمر جينيف المحرفات في جينيف لكن يقول مفدنا إلى هناك أنه يمكن هناك تسريبات على تمديد يوم واحد ماذا بعد جينيف أربعة؟ بعد جينيف أربعة أنا بقناعتي رح تسقط منسة الرياض وبشكل أو بآخر بالتسريبات اللي ممكن سمعناها والبعض منها أنه حتى لمشاركين بمؤتمر هذا الحالي مؤتمر جينيف أربعة يمكن ينضم للبفد السوري لاحقاً بالمنصات الأخرى؟ بالمنصات الأخرى على كترتها ممكن يكون هاللي صار بجينيف درس إلون ويعيدوا وجهة نظرهم ويعيدوا بمسمية بالعامة عائلة الرحمن ويعرفوا أن سوريا منتصرة وهذا الخزعبلات وهذا الكذب بدليل البورقة اللي قدمها ديمستورا للدكتور الجعفري هي بتتضمن يعني النهج العام والسياسي يعني كأنه بيان الحكومة السورية اللي تقدم لمجلس الشعب طيب سؤال أخير لكم ننتظر ما الذي سيحصل بالأستنى بعد أسبوعين الأساس الآن يبنى عليه في الأستنى بمكافحة الإرهاب أنا بقناتي رح أتكون نوع من العصع الغليزة اللي رح تنشار بوجه تركيا على أدوان على الأراضي والسياس السورية خلافاً القرارات الدولية والموسيقى الدولية أشكرك على وجدك معنا في السيديو الرئيسي الدكتور بشير شرباجي عضو مجلس الشعب المحامي والقانون من إذن شكراً تزيل الله سهلاً فيك يا رسالي حسين هذه الصورة هذه الصورة الآن مباشرة لبشار الزعب الذي كان يقف إلى جانب نصر الحريري على يسار نصر الحريري هذه الصورة وهو يضع شعار جبت النصر المدرجة على لائحة الإرهاب الدولي وهو يقف الآن في جنيب في مبنى الأمم المتحدة يتحدث عن الحل السياسي ويتحدث عن الإرهاب ويتحدث عن من يدعم داعش على جلباتها خفق الفؤاد وطرف الوجد يصحبه المداد ديار لا يهون بها رجال وقد نظر الحياة لما أراد هنا التاريخ يكتبه أباد بنادقهم يجافيها السهاد حماة الأرض دمتم في سمانة ودام العز توقذه الوهاد سفارة دولة فلسطين في إيطاليا والجالية الفلسطينية بروما مع الجالية السورية في إيطاليا يشاركون في حفل تأبين فقيد الوطن قداسة المطران المنظل المبعد الأب هيلاريون كابوجي مراسلة الإخبارية جودي عقوب والتفاصيل رغم مضي أسابع على رحيله إلا أن ذكر المناضل السوري الحلبي المطران إياريون كابوجي راسخة في الوجدان المناضل الذي أفنى عمره دفاعا عن القضية الفلسطينية طيلة سبعة عقود من النضال القومي ضد السهيونية العصورية الغاصبة لأرض شارخة وشعب أبي لم يركع يوما وتخليدا لذكر المطران كابوجي أقامت السفارة الفلسطينية في إيطاليا مع الجاليتين السورية والفلسطينية حفلة أبين للفقيد المناضل مطران الكنيسة الكاتوليكية الملكية في القدس الذي مضى شهيدا وهو يدافع عن حقوق المظلومين وقيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة كان دايما يقول نحن كلنا ابناء الله تعالى وكان دايما يردد الوطن هو للجميع والدين هو لله وهذا الشعار كان سيدنا يعيشه وهذا كان سر محبته للكل لكل أشخاص اللي رافعوا بحياته سواء كانوا فلسطينيين أو سوريين أو لبنانيين أو مصريين أو أردنيين أو إيطاليين كان هالحب الفياد اللي بيفيط في للآخرين سيد المطران كبوشي ترك لنا إرثا كبيرا في روما الذي عاش فيها منفيا من القدس ومن فلسطين التي أحبهما وبالتالي وجب علينا أن نعمل له هذا التأبين بعد أن عملت له فلسطين مهرجانا كبيرا لتأبينه ومهرجانات مختلفة في كل مدينة وقرية ومخيم في فلسطين سعالة المطران هو الحبيب لا أستطيع أن أعبر عنها بكلمات لأنها حقيقة كالحب وكالهواء لا تريه لا تستطيع أن نراهما بأعيوننا لكن ننبسه بقلوبنا وهكذا المطران الكبوشي لهب عنه بجسده لكن هو دائما في قلوبنا وتخلل التأبين أدت كلمات استعرض من خلالها المتحدثون مناقب الراحل وسجاياه الحميدة وخصاله وسيرته النضالية الحافلة بالعطاء والتضحيات في سبيل القضية الفلسطينية ودفاعا عن الإنسانية جمعا لن أقف في منتصف الطريق ولن أهدأ حتى تدق أجراس العودة ونحن عائدون هذه كانت كلمات المطران المقاوم إلى ريون كبوشي وهذا كان إيمانه وهذا ما نعضل من أجله طيلة حياته وإننا على درب نضاله لسائرون جودي عقوب للإغبارية السورية من السفارة الفلسطينية في إيطاليا روما النشر مستمروا فيها بعد الفاصل بعد أن دعمته في سوريا فرنسا تعيش في فوبيا الأرهاب حياكم الله من جديد شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقالوا سبعة فلسطينيين سبعة فلسطينيين الليلة الماضية في الضفة الغربية المحتلة تقرير خانين إبراهيم ضمن الجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني أعدمت قوات الاحتلاء بدم بارد الشاب سعد محمد قيسية بذريعة تنفيذه أعملية طعن مستوى تنصويوني وإصاباته بالجروح خطيرة قرب بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة وبالسشهاد قيسية ارتفع عدد الشهداء انتفاضة القدس لـ 284 وسجلت انتفاضة القدس 13 شهيدا منذ مطلع العام الجاية صدرت محافظة الخليل قائمة المحافظات التي قدم الشهداء خلال الانتفاضة بواقع 79 شهيدا وفي وقت لاحق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل عقب عملية الطعن وداهمت منزل الشهيد قيسية واعتقلت أحد أفراد عائلته واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال حول منزل الشهيد قيسية منفذ عملية الطعن وفي سياق الاعتداءات الصيونية للتضييق على الفلسطينيين شنات قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت عشرين مواطنا بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها جرائم الاحتلال الصيوني لن ترهب شبان انتفاضة القدس وهم مضون في مقاومته وتقديم التضحيات حتى كنس الاحتلال وعلى هذه الارض ما يستحق الحياة رغم الاحوال الجوية السيئة في العراق القوات العراقية تحبط هجوما لتنظيم داعش الارهابي غرب الموصل وتتقدم في الساحل الايسر هلالعلي لا يمضي يوم دون ان يتشح العراق بالسواد فمن جرائم تنظيم داعش الارهابي الى تفجيرات دموية متكررة تتعدد المشاهد والمجرم واحد اخر جرائم التنظيم الارهابي كانت تفجير عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوب العاصمة العراقية بغداد ما اسفر عن استشهاد شخصا واصابة اربعة اخرين بجروح وفي جنوب بغداد ايضا استشد شخصا واصب اخرون بجروح مؤخرا جراء تفجير ارهابي بعبواتين ناسفتين كانتا موضوعتين قرب ملعبان بمنطقة حي الشهداء بدورها تستمر القوات العراقية في محاولة اجتثات الارهابي من البلاد عيث صدت القوات العراقية هجوما لتنظيم داعش الارهابي غربي الموصل خلال احوال جوية سيئة هذا واعلن الجيش العراقي ان قواته باتت على مقربة من المجمع الحكومي الرئيسي غرب الموصل في اطار ملاحقتها لفلول التنظيم الارهابي في محاولة من السلطات الفرنسية للتصدي لأي عمل ارهابي قبل وقوعه تستمر حال التاهو في فرنسا خوفا من اعمال ارهابية جديدة حيث تستمر الاعتقالات والتحقيقات معي مشتبه به في فرنسا التفاصيل في تقرير غدي الغفر موجات الارهاب التي اجتاحت فرنسا بضربات متتالية على امتداد الفترة الماضية تشي بان داعمي الارهاب لا بد وان يتذوقوه يوما فالقائمون على الارهاب يريدون ان يبعثوا برسالة عالمية عبر ما حصل في باريس ولا شك في ان ما حدث فيها يمكن ان يحدث في اية دولة اخرى في اوروبا او الولايات المتحدة حالة الشك والرعب وعدم الاستقرار تدخل قلوب وعقول الفرنسيين لتتحول الى هجس يومي حيث اصبحت الشكوك والتأويلات توجه لأي شخص يعيش في فرنسا احدث تلك الحالات احتجاز السلطات الفرنسية لاربعة افراد من اسرة واحدة للتحقيق معهم بتهمة الارهاب والتخطيط لتنفيذ هجوم ارهابي وذلك في ضحية كيلشي سوبوا شرقي العاصمة باريس السلطات الفرنسية عثرت على مواد تصنيع قنابلة من بينها مادة الاسيتون وحمض الكبريتيك في مبنى بالحي في وقت سابق حيث ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس ان عينات دي ان اي استخلصت من المواد قادت الى المشتبه بهم الذين القي القبض عليهم وفي حالة تعتبر الاولى من نوعها في فرنسا فتى قاصر يخضع للمحاكمة بتهمة محاولة قتل استاذ مطلع عام 2016 بساطور وهي اول محاكمة لقاصر في تهم تتعلق بالارهاب في فرنسا معطية كثيرة تودي مجتمعة الى حقيقة ان فوبيا الارهاب بدأت تعشعش في نفوس الفرنسيين شعبا وحكومة تستمر حالة تاهو في فرنسا خوفا من اعمال ارهابية جديدة وتستمر ايضا محا الاعتقالات والتوقيف بحق اي شخص مشتبه بهم اشتاق هذه الليلة قبل الختام تذكير بالعناوية استعادت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء مدينة تدمر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن استعادة السيطرة على مدينة تدمر وفد الجمهورية العربية السورية الى محادثات جينيب يلتقي ديمستورة مجددا والجعفري يؤكد ان الجلسة ناقشت مواضيع جوهرية القوات العراقية تحبط هجوم لتنظيم داعش الارهابي غرب الموصل الرئيسية انتهت مبروك تحرير تدمر وان شاء الله باقي الاراضي السورية أبقاكم على رأس الساعة حياكم الله اشتركوا في القناة